بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناة ميستر كحل مرحبا بك ومرحبا بجميع الإخوة الأفاضل على قناة ميستر كحل حيث أننا نشرح مجال تجارة الضمينات ومجال الاستثمار في الضمينات بشرح عملي وتطبيقي وتفصيلي نكمل وإياكم دورتنا دورة البراند إبو الضمين والتي شرفت على الانتهاء يعني تقريبا قد قربنا على الانتهاء من طرق البحث عن الضمينات لكي نمر مباشرة إلى طرق بيع هذه البراند إبو الضمين والتي سوف تكون انطلاقا إن شاء الله من الضروس القادمة اليوم إن شاء الله سوف أكمل معكم دورتنا دورة البراند إبو الضمين هذا الدرس صراحة وحتى أكون صريحا معكم كنت مترددا في أن أقوم بشرحه لأنه يعتبر صحيح أنه يعتبر قوي لكن فيه بعد التركات التي إن قمت باستعمالها بشكل خاطئ فالأمر سوف يجعلك تقوم بفقدان أموالك وتقوم بشراء ضمينات غير جيدة ولا قيمة لها واليوم إن شاء الله سوف نقوم برؤية بعض الهاكس يعني بعد الخدع وبعد التركات التي تستعمل في البراند إبو الضمين حيث أنها سوف تجعلك تقوم باقتناص ضمينات براند إبو تعتبر جيدة وجيدة جدا مرت مدة طويلة لم أقوم بمشاركة الدسكليمر معكم إن كنت أشاركها معكم يعني طيلة دورة تجارة الضمينة الشاملة وإن كنت لم تقوم بعد بمشاهدتها فأنصحك بمشاهدتها لأنها تعتبر دورة مهمة جدا لكن اليوم وبما أن هذا الدرس تعتبر حساس نوعا ما فسوف أقوم بعمل الدسكليمر فالدسكليمر مهمة ومهمة جدا أول شيء في هذه الدسكليمر والتي لن تكون طويلة هو أنك يجب أن تطبق هذا الأمر على الكلمة الواحدة لأن هذه الطريقة التي سأقوم بشرحها لكم اليوم هي تعتبر فيها بعض الخدع وبعض التركات التي ستقوم بزيادة حرف ونقصان حرف ولا أنصحك أبدا بعمل هذا الأمر على الكلمة أو ثلاثة كلمات طبق هذا الأمر على الكلمة الواحدة فقط والأمر الثاني في الدسكليمر هو أن هذه الكلمة يجب أن تكون قوية لها معنى ولها سوق محدد أي أنها عليها طلب ليس أن تقوم بأخذ أي كلمة كيفما كانت من القاموس ثم تقوم بتطبيق عليها ما سنقوم بشرحه اليوم أهم شيء هو أن هذه الكلمة يجب أن تكون هذه الكلمات تعتبر قوية ثالث شيء في هذه الدسكليمر هو أنك يجب أن تقوم باحترام المعايير المشروحة لا تقوم بالإبداع لا تقوم بالاختراع ولا تظن بأنك الشخص الأدكى في هذه الكرة الأرضية الذي فكر في هذا الأمر ولم يفكر فيه أي شخص قبلك هذا ليس انتقاص منك ولكن هذا فقط يعتبر أمر صريح بيني وبينك حتى لا تقوم بفقد أموالك إن شاء الله بعد أن تحترف هذه الطرق التي سأشرح لك اليوم هنا ممكن أن تبدأ وتخترع وتقوم بعمل أي شيء تريده إذن تعرفنا على الدسكليمر الآن سوف نمر إلى شرح هذه التركات وهذه التقنيات التي سوف تقوم باستعمالها وبعد أن نقوم برؤية هذه التركات وهذه الهاكس سوف نمر إلى شرح التطبيق وسأريكم خطوة بخطوة كيف تقومون بعمل هذه الأشياء التي قمنا بشرحها إذن الخدعة الأولى أو الهاك الأول هو أن تقوم بعمل حرف مكرر الحرف المكرر بكل بساطة هو أنك سوف تقوم بتكرار الحرف الأخير من الكلمة الواحدة وهذه الكلمة يجب أن تكون تنتهي بكانسنت لا تكون تنتهي بفاول مثال على هذه الأشياء مثلا travel.com يعني كما ترى travel بها 2L هنا تعتبر هاك من الهاكس يعني الشخص سوف يقوم بشراء travel ب2L شخص ما قد يسألني لماذا هذا الشخص سوف يقوم بشراء هذه الكلمة أو هذا الضمين بما أنه يحتوي على 2L وهذا الأمر لا يحترم خاصية الراديو تاست نعم هذا صحيح هذا الأمر لا يحترم خاصية الراديو تاست بشكل نوعي لكن نحن كأشخاص دومينارس كأشخاص نبحث عن أسماء براندات فنحن نبحث عن الشيء الذي يعجب الزبون نحن نبحث عن شيء يهم الزبون نحن أيضا نبحث عن شيء نرى بأن أشخاص يبيعونها ثم نقوم نحن أيضا بشراءها لأنه عليها طلب فهناك طلب كبير جدا على هذه النوعي من الضمينات فقط لأن الزبون المحتمل أو end user لا يستطيع شراء travel.com بكلمة واحدة لذلك فهو يستطيع أن يشاري travel.com ب2L ثم يقوم بعمل لها براندين يعني عمل حملات إشهرية سوف يقول لهم بكل بساطة travel with 2L يعني travel ب2L هنا الشخص سوف يتذكر هذا الأمر وسوف يساعده على أن يقوم بأن الحصول على الزبائن محتمل هذا الأمر كما قلت لا تطبقه على الكلمتان تطبقه فقط على الكلمة الواحدة وأتمنى بأن الأمر أصبح واضح مثل آخر هو مثلا find.com ب2D كما قلت يجب أن يكون هذا الحرف الأخير عبارة عن consonant وليسا vowel وكما ترى كلمة قوية فtravel هيك تعتبر كلمة قوية find أيضا تعتبر كلمة قوية وقوية جدا والنوع الآخر والذي هو detect.com كما ترى 2T وهذا الأمر يعتبر جيد وجيد جدا أن تقوم بعمل هذا الحرف المكرر لا تقلق فإن شاء الله بعد أن نلتهي من هذا الشرح سوف أريك بعض الأمثلة الحية لهذه الـ end users الذين قاموا بشيء ضمينات مثل هذه وقاموا باستعمالها بدون أي مشاكل النوع الثاني هو بكل بساطة الحرف وعبارة عن accented vowel يعني بكل بساطة يعني بكل بساطة أن هناك أسماء وأسماء كلمات بها حرف فاول وهذا الفاول يعتبر أكسنتد ماذا نقصد بالأكسنتد فاول هو بكل بساطة الحرف الذي يتم سماعه مثلا حرف advice يعني هناك حرف i يعني هنا يظهر وكأنه أكسنتد فاول بما أن advice.com هو صعب جدا أن تقوم بإجاده إلا إن قمت بدفع يعني الملايين من الدولارات فقمنا بإضافة مثلا حرف i وأصبحت advice بإثنان i وحصلنا على ضمين يعتبر ضمين جيد ضمين تم شرائه والآن عليه business كما ترى advice.com هذا الضمين يعتبر ضمين يحترم هذا المعيير كما ترى لم يقم بتكرار حرف a في الأول ولم يقم بتكرار حرف i في الأخير بل قام بتكرار حرف i لأنه يعتبر الأكسنتد فاول مثل آخر على هذا الأمر هو design.com كما ترى حرف i كذلك يعتبر أكسنتد فاول قام بإضافة اثنان i وحصل على ضمين يعتبر ضمين جيد مرة أخرى هذه الكلمات تعتبر كلمات قوية لا تقوم بتطبيقها على كلمات لا تعتبر قوية وليس عليها أي صوق مثل آخر وهو مثلنا الأخير هو daily.com كما ترى daily.com قمنا بتكرار حرف i ثم حصلنا على كلمة قوية وقوية جدا في هذه الأمثلة ذكرت حرف i لكن هذا الأمر لا ينطبق فقط على حرف i فممكن أن تقوم بتطبيقه على الفاول الآخر الآن قمنا برؤية الهاك الأول والذي هو الحرف المكرم سوف نمر الآن إلى الهاك الثاني والذي هو الحرف المحدوف ماذا نقصد بالحرف المحدوف؟ بكل بساطة هو أن تقوم بحذف الحرف بدون أن يتأثر المعنى ماذا نقصد بهذا؟ هو مثلا عندما تقوم بالبحث عن ضمين مثلا اسمه باربر فباربر يكتب في الأخير ب-er فسوف نقوم بحذف حرف i وسوف نقوم بكتابة باربر بدون كتابة حرف i سوف يتم النطق بهذه الطريقة barbr.com هنا النطق لا يكون في أي مشاكل لكن عند الكتابة سوف يتم حذف حرف i كما ترى هذا مثال من الأمثلة يعني exemplar.com قمنا بحذف يعني حرف i وقمنا بالحصول على exemplar.com فإن أردت مثلا الحصول على exemplar بمكتوب بطريقة صحيحة فيجب عليك أن تقوم بدفع يعني مبالغ طائلة وطائلة جدا لكن باستعمال هذا الهاك وهذه التركة فقمنا بالحصول على الضمان بدون أن نقوم بدفع الكثير من الضولارات أوكي مثل آخر وللوى professor.com كذلك قمنا بحذف حرف i وكما ترى professor يعتبر يعني في المعنى وفي النطق هو نفسه ليس بني أي مشاكل لكن في الكتابة قمنا بحذف حرف i كما قلت لا تقوم بالتركيز الآن على الراديو تيست هذه الأشياء فقط في هذه الطريقة اما في الطرق الأخرى يجب أن تركيز عليها فهذه الطريقة تعتبر طريقة نوعا ما فيها بعد الخداع وبعد التركيز ويجب التركيز كليا مع ما أقوله لك حتى لا تقوم بالفقدان أموالك إذنك ركزت في الديسكليمر على أن لا تقوم بالإبداع ولا تقوم بالاختراع للإشارة فهذه الضمينات التي أشاركها معكم الآن هي ضمينات فعليا قد تم بيعها يعني لم أقوم بأخذ الضمينات من دهني أو أي شيء من القبيل إن قمت بالبحث في جودادي أبريزل تول سوف ترى بأن هناك مبيعات بهذه الضمينات لذلك أنا أقوم الآن بمشاركتها معكم أنا أشارك معكم الآن أشياء حقيقية وليس فقط أشياء من محض الخيال مثال أخير معنا والذي هو كذلك نفس الأمر ونفس الخدعة نفس التركة وأننا قمنا بحذف حرف إي ثم حصلنا على بدون حرف إي والأمر يحترم المعنى هذا الأمر أيضا ممكن تطبيقه على الضمينات التي تنتهي ب كذلك هذا الأمر ينفع معه إذن أتمنى بأن كل شيء واضح أتمنى بأن كل شيء مفهوم مرس الأخرى وركزوا على أن لا تقوم بتطبيق هذا الأمر على كلمتان ولا تطبق أبدا هذا الأمر على أسماء وكلمات لا قيمة لها ولا معنى لها أوكي الآن بإذن الله سأريكم أمتلاء على هذه الضمينات التي تم شرؤها بهذه الدركات وبهذه الخداع وبعد ذلك سأريكم الطريقة العملية للحصول على هذه الضمينات بدون أي مشاكل وبسرعة فائقة لكن مرة أخرى وركزوا على التركيز التام وعدم الإبداع أو الإخسراء أوكي إذن قبل أن نرى الأمثلة فإن كنت ترى بأن هذا المحتوى محتوى مفيد وينفعك وقد ينفع الأخوة أدعوك أن تقوم بالضغط على لايك لهذا الفيديو حتى يصلهم ويصل إلى جميع الأخوة الأفاضل في الوطن العربي كذلك إن كنت مهتما بهذه القناة ومهتما برؤية المزيد من شروحات تجارة الضمينات ففقط قم بالضغط على سبسكرايب يعني أسفله ونكمل الشرح وإياكم فالمثال الأول لهذا الأمر والذي هو عبارة عن حرف مكرر هو هذا detect.com كما ترى هي تعتبر شركة يعني لها علاقة بالأسلاك الكهربائية والإنترنت وهذه الأشياء. هذا يعتبر مثال حي لشركة قامت بعمل يعني الحرف الأخير. مثال آخر والذي هو كذلك نفس الأمر كما ترى قام بعمل حرف آي قام بعمل له آآ تكرار قام بعمل تكرار لحرف آي وهنا حصل على اسم الضمين كذلك هذه تعتبر مثال حي لهذا الأمر. مثال آخر والذي هنا يعتبر حدف لحرف اي وهو الذي هو كما ترى قمنا بحدف حرف آي ثم حصلنا على وهذه أيضا تعتبر شركة وهي موجودة في أرض الواقع. مثال آخر والذي هو كذلك قمنا بحدف حرف اي ثم حصلنا على هذا الضمين وكذلك هذه أيضا تعتبر شركة وبزنس قائم بأدتي. المثال الأخير والذي هو كذلك قمنا بحدف الحرف والذي هو حرف اي ثم حصلنا على هذا البيزنس وكما ترى فهذا الامر يشغل بدون اي مشاكل. اذا تعرفنا الان على هذه الطرق وفهمنا طريقة العمل وكذلك رأينا بعض الامثلة الحية الحقيقية لبيزنس قام بعمل هذا الامر. اذلك الان سوف نمر مباشرة الى شرح طريقة العمل وطريقة الحصول على ضمينات مثل هذه. فالموقع الذي سوف نقوم بالستعمال هو الموقع الذي شرحنا عليه تقريبا طيلة هذه الدورة والذي هو موقع سوف نستعمل سوف نقوم بالدخول الى الداشبورد الخاص بنا نضغط على مثل ما نقوم به دائما ثم هذه المرة سوف نقوم بالضغط هنا على كما ترى سوف تقوم بالضغط عليها. هنا سوف تقوم بإيجاد مجموعة من النيتشز ومجموعة من الكاراكترز بهذه الطريقة تقوم باختيار اي شيء تريده ولنقل مثلا اننا سوف نقوم بالستعمال مثلا نختار نيتش خاص بي ولنقل مثلا فاميلي نقوم باختيارها بهذه الطريقة وهنا بما اننا نبحث عن ضمينات بها حرف مكرر سوف نقوم بكل بساطة باختيار دابل لاست ليتر بهذه الطريقة ثم نضغط عليها بعد ذلك سوف يقوم هذا الموقع بإعطائنا مجموعة من الضمينات التي هي بها حرف مكرر لكن هل سوف نقوم باختيار اي اسم كيفما كان بطبيعة الحال لا سوف نقوم باختيار شيء قوي وشيء لديه قوة مثلا هنا داوتر دوت كوم ممكن سوف نقوم باختيارها بهذه الطريقة ثم نرى هل الضمين متاح ام لا بهذه الطريقة ثم نضغط على فاليو او سيرش وكما يظهر بان الضمين هو غير متاح الاشارة فهذا النوع هذه النوع من الضمينات فعليها طلب كبير وعليها يعني اهتمام كبير وعليها منافسة قوية لذلك خذ وقتك في البحث ولا تقوم بالتسرع او فقد الامل كما ترى هنا بريفير دوت كوم كذلك قام بعمل دابل ليتر وقام ببيعي بهذا السعر ان نزلنا لاسفل كذلك سوف ترى مثلا بات جيتر قمنا بحذف حرف اي ثم قام ببيعي بهذا السعر وكما ترى هناك مجموعة من الامتنة الحية نبحث عن ضمن اخر بهذه الطريقة كما قلنا يجب ان يكون الحرف مكرر وتكون الكلمة قوية هنا اه لم تظهر لي بان هناك اي كلمة قوية سوف نقوم بتغيير النيتش ولنقوم مثلا نختار نيتش الكلاوثين بهذه الطريقة اه للاشارة فيجبون يكون الاسم وليس بلورل لا تقوم بتكرارة بلورل اوكي نسيت ان اقوم بوضع هذا الامر في الديسكريبشن او في الديسكليمر يضر بانه ليس هناك اي ضمين او اي شيء جيد كما ترى فالامر ياخذ بعض الوقت في البحث لكن الامر يجدي نفعا ويسهل ويصحق هذا الوقت الذي نقوم بقضائه في البحث نختار مثلا وينتر هكذا مثلا غلاسيال هذا قد يكون جيد نعم ممكن ان يكون جيد نقوم باخذها ونرى هل الضمين متاح عمله نعم الضمين متاح كما ترى الان باي او نزل كذلك دابل ال قام ببيعه بهذا السعر فييرتيكل كذلك قام ببيعه بهذا السعر سيطاديل كذلك تم بيعه بهذا السعر ان يجب هناك مبيعات بعض المشابهة فقط أمر أخير يجب أن نتأكد منه هو نسبة هذه المبيعات نقوم بأخذ double letter بهذه الطريقة نذهب إلى موقع brand bucket الموقع الذي نستعمله دائما وللإشارة هذه النوعية يتم قبولها في موقع brand bucket بكترة وعليها طلب سوف نقوم بوضعها هكذا نختار dot com نختار add end end with هكذا ثم نقوم بالضغط على apply كما ترى هناك العديد من الضمينات يعني تنتهي ب double L صحيح أن هناك كلمات بالأصل فيها double L مثل call مثل mail لكن نبحث عن كلمات مثلا بها كلمة واحدة يعني أغلبها هناك كلمات حقيقية بها double L وهي تعتبر اثنان كيورد لكن الأمر يظهر بأنه قد يكون هناك عليها طلب على العموم هناك مجموعة من النتائج يعني 773 لا يمكن أن نقوم بالبحث في هذه كلها كذلك ندب إلى موقع name bio لكي نرى هل هناك مبيعات يعني فيها double L نختار add end نختار dot com ثم نقوم بالضغط على search كما ترى كذلك هنا تعتبر اثنان كيورد نختار as suffix وليس add end نقوم بالضغط على search وكما ترى هناك مبيعات يعني ب double L مثلا gunel أو bill skyral well عادي تعتبر كلمة كذلك نقوم برؤية نتائج الأخرى يعني الصفحات الأخرى وكما يدر بأن هذا الأمر يعتبر أمر جيد يعني هنا قد قمنا بإيجاد اسم جيد ممكن أن تقوم بشرائه وإن شاء الله سيتم قبوله في موقع brand bucket وحتى إن لم يتم قبوله فلا مشكلة قم فقط بوضعه في منصة afternic أوكي الآن رأينا طريقة إيجاد الحرف الذي هو يعتبر حرف مكرر إن أردت تطبيق هذا الأمر على accent vowel فهنا لا توجد أي طريقة من أجل أن تقوم بعملها فيجب فقط أن تقوم بعملها بطريقة يدوية كيف ذلك؟ بكل بساطة تقوم بالذهاب إلى جوجل تقوم بكتابات مثلا list of all english words بهذه الطريقة يعني هناك كلمات كثيرة لا تعد ولا تحصى ثم تقوم مثلا بأخذ مثلا كلمة ability بهذه الطريقة تذهب إلى موقع أي موقع من أجل عمل check للضمين مثلا ability بهذه الطريقة تقوم بعمل a be يعني مثلا بي هنا يعتبر accent vowel تقوم بعمل double بهذه الطريقة ثم تبحث كما ترى الضمين متاح هذا الضمين يعتبر قوي الضمين ليس قوي سوف نبحث عن كلمة أخرى لذلك قد قمنا بإيجاد بأن هذا الضمين متاح مثلا هنا accept accept ممكن أن يكون اسم جيد نقوم بوضعه هنا ثم نقوم بعمل double e بهذه الطريقة والضمين يعتبر ضمين متاح ممكن أن تقوم بشراءه لكن صراحة لا أنصحكم كثيرا بهذه النوعية التي هي تعتبر accent vowel إلا وإن اكتسبت بعض الخبرة لذلك أنصحكم كثيرا أن تشغلوا على الحرف المكرر في الأخير فهذا يعتبر سهل مقارنة بالaccent vowel مثلا accept بـ double t هل هو متاح وكما ترى فهو موضوع بسعر كبير وكبير جدا يعني تقريبا عشرة ألاف دولار إذن الآن أصبح الأمر واضح جدا بالنسبة لهذا الأمر لذلك سوف نمر مباشرة إلى النوعية الثانية والذي هو الحرف المحدوف بالنسبة لنوعية الحرف المحدوف سوف نداب مباشرة إلى جوجل ثم نقوم بكتابة list of words ending with er بهذه الطريقة ثم نضغط على enter موقع جوجل سوف يأتينا بمجموعة من الكلمات التي هي تنتهي بـ er بهذه الطريقة هنا سوف نقوم بعمل البحث بطريقة يدوية لأنه لا توجد حاليا يعني لم أقوم بإيجاد أي طريقة من أجل العملها بطريقة أوتوماتيكية سوف نقوم بفتح مثلا هذه النتيجة ولكن سوف نبحث عن كلمة قوية وليس أي كلمة كيفما كانت إذن قد قمنا الآن بإيجاد مجموعة من الكلمات التي تنتهي بـ er بهذه الطريقة سوف نبحث عن كلمة تعتبر كلمة قوية مثلا amplifier نعم هذه تعتبر كلمة قوية نقوم بأخذها نضعها هنا في مربع البحث ثم نقوم بحذف الحرف D و E بهذه الطريقة ثم نضغط على enter كما ترى فالضمين غير متاح تعود مرة أخرى وتبحث عن كلمة أخرى لا تقوم بأخذ أي كلمة كيفما كانت مرة أخرى ركز على كلمة تعتبر كلمة قوية كلمة السادف سوق محدد كلمة لديها قوة وقوة كبيرة الأمر سوف يقود بعض الوقت في البحث لكن الأمر كما قلت يستحق هذا العناء الذي تقوم ببدله مثلا فيلم ميكر نعم هذا ممكن أن يكون جيد رغم أنه نوعيا يعتبر كلمتان لكن سوف نرى هل هو متاح يعني لا أظن بأنه قد يكون متاح لكن نرى وكما ترى الضمين غير متاح الأمر عليه منافسة كبيرة وعليه قوة كبيرة لذلك خذ وقتك في البحث مثلا الشو ميكر نعم قد يكون جيد فكما ترى الضمين كذلك غير متاح ففقط من أجل ليكون الفيديو طويل أظن بأن الطريقة واضحة عندما تنتهي مثلا من ER تقوم بالعودة إلى جوجل وتقوم مثلا بالبحث الكلمات التي تنتهي بهذه الطريقة ثم تطبق نفس الأمر تقوم بالبحث مثلا بالنتائج الموجودة ثم تبحث مثلا كرابد هنا ممكن مثلا أن يكون جيد نقوم مثلا بالبحث يعني هذا كذا بهذه الطريقة ثم نقوم بحذف مثلا حرف I هنا ثم نبحث وكما ترى الضمين غير متاح ثم نكمل عملية البحث بهذه الطريقة كما قلت الأمر يأخذ الكثير من الوقت في البحث لكن الأمر يعني يصحق هذا الألعناء ولنقوم مثلا بقية كلمة booted بهذه الطريقة وأضمن كذلك غير متاح والأمر كما قلت أمر عليه منافسة كبيرة وعليه يعني اهتمام كبير وعليه طلب كبير وكبير جدا أتمنى بأن أكون شيء واضح مرة أخرى سأكررها لا تستغل على الكلمتان الشغل فقط على الكلمة الواحدة لا تبدع ولا تخترع وطبق هذا الأمر وخذ وقتك في البحث ولا تقوم أبدا بتضيع وقتك يعني على ألفاظي بل ابحث جيدا قبل أن تقوم بشراء أيضا من كيفما كان نقطة أخيرة إن قمت بالبحث ولم تقوم بإيجاد أيضا من كيفما كان لا تفكر بعقليات ما دمت أنني ضيعت وقت فعلى الأقل يجب أن أقوم بشراء أيضا منك لا تفكر بهذه الطريقة لأنك من الممكن جدا أن تقوم بفقدان أموالك بدون تحقيق أي مبيع إذن أتمنى بأن كل شيء واضح وأتمنى بأن كل شيء بسيط إن كان لديك أي سؤال كيفما كان لا تتردد أبدا في وضعه في التعليقات أو في مجموعتنا على فيسبوك مرة أخرى إن كنت لم تشارك بعد في القناة فقم بالاشتراك الآن كذلك إن لم تقوم بعد بالإندمام إلى مجموعتنا على فيسبوك فأنصحك بالإندمام إليها فرابط أسفل هذا الفيديو وإن كنت لم تقوم بعد بعمل فولو على حسابه على إنستغرام فكذلك سوف تجد رابطه أسفل هذا الفيديو وأخر نقطة إن كنت مهتما بالحصول على دومين يعني تقوم ببيعه بأكثر من ألف دولار ففقط قم بوضع الإيمان الخاص بك هنا وسأشارك معك دومين وهذه تعتبر خدمة مجانية أشاركه مع جميع المتابعين فقط قم بوضع الإيمان الخاص بك وسأحصل عليه بدون أي ترد إذن شكرا لكم على المتابعة وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته